آآ النهاردة هنعمل آآ فيديو جديد عن موقع آآ آآ الموقع طبعا كنا عملنا له شرحة قبل كده آآ تقريبا في تاني يوم آآ او تالت يوم من نزول الموقع آآ الموقع آآ يعني آآ النسبة بتاعته كويسة جدا آآ والغاية دلوقتي شغال معنا تمام طب تعالوا نبصوا وبقالوا كم يوم النهاردة اليوم التامن للموقع اهو زي ما انتم شايفين ده تامن يوم للموقع والحمد لله الموقع شغال تمام وهنعمل دلوقتي منه اثبات آآ سحب كنا عملنا له اثبات آآ سحب قبل كده على والنهاردة هنعمل له اثبات سحب على آآ محفظة آآ هنسحة بعملة آآ بيتكوين كاش آآ طب تعالوا نشوف الخطة بتاعته اصلا آآ عاملة ازاي وايه ربحها ومدتها قد ايه والكلام ده كله آآ الموقع بيدي لك يوميا اتنين بوينت تمانية من مية في المية لمدة خمستاشر يوم النسبة جميلة جدا آآ الحد الادنى عشرة دولار آآ حاجة كويسة والادع بيرجع لك بعد المدة والسحب فوري ده بالنسبة للخطة الاولى آآ الخطة اللي بعدها تلاتة في المية يوميا آآ لمدة خمستاشر يوم وآآ برضو الادع بيرجع لك والحد الادنى للادع في الخطة ديت خمس تلاف دولار وبرضو السحب فوري طيب نشوف الخطة اللي بعدها ودي تقريبا الخطة الاخيرة بيديك تلاتة ونص في المية يوميا لمدة خمستاشر يوم والادع بعد المدة بيرجع لك والسحب فوري والحد الادنى في الخطة عشرين الف دولار ده بالنسبة للخطة آآ طريقة التسجيل كنا شرحناها قبل كده وطريقة التسجيل سهلة وبسيطة جدا. آآ والحد الادنى آآ للادع في الموقع يعني آآ الحد الادنى الادع في الموقع عشرة دولار والحد الادنى للسحب خمسين سنت ده بالنسبة البرفكتماني. طبعا بالنسبة للعملات الرقمية برضو لحد الادنى عشرة دولار عادي جدا بس في السحب بيكون اه الحد الادنى اه بيختلف من كل عملة للتاني. اه طيب احنا دلوقتي كنا طبعا شرحنا التسجيل. سهل وبسيط جدا ما فيوش اي مشكلة. هنخش دلوقتي على الاكاونت بتاعنا اه على طول ونشوف اه الرصيد اللي معانا كام. وهنخش وهنسحبه دلوقتي. طيب نخش الاول على الموقع. سعين نصغر شوية. فين الاكاونت نخش على الاكاونت منين اهو. نخش هنا على الاكاونت. اه زي ما انتم شايفين ده الاكاونت بتاعنا ومعانا متاح للصحب ستين دولار وسبعة وتلاتين سنت. اه ده الربح بتاعنا اه في الموقع. طيب تعالوا نشوف هنا على وزدروه. هندخل هنا هنلاقي ان احنا معانا اه على عملة بتكوين كاش تسعة واربعين دولار سبعة وسبعين سنت. طيب احنا دلوقتي ان شاء الله هنسحبهم. طيب قبل ما نسحبهم هندخل ونفتح باينانس ونشوف اه رصيد نكام اه على باينانس من عملة بتكوين كاش وبعدين نبدأ نسحب. اه فتحنا باينانس دلوقتي اه يا شباب دي طبعا يعني دي اه بالنسبة لي اريح اه منصة او احسن محفظة انا بحب اشتغل عليها للعملات الرقمية. اه يعني هي انا برتاح فيها بصراحة. طب نعمل كده. هندور على عملة البيتكوين كاش. اه هي البيتكوين كاش? لا ده البيتكوين. البيتكوين كاش هيا يا شباب. بيتكوين كاش. اه زي ما انتم شايفين معنا منها اه زيرو بوينت زيرو اربعة اللي هم عاملين سبعة وعشرين دولار. تمام? طيب خلاص شفنا طب نرجع تاني على الموقع بتاعنا. وهنعلم كده على آآ بيتكوين كاش ان احنا هنسحبها. وهننزل نكتب هنا آآ المبلغ اللي احنا عايزين نسحبه. معنا على البرفك تماني برضو عشرة دولار بس احنا هنسحب دلوقتي آآ البيتكوين كاش. احنا قلنا كام? تسعة واربعين سبعة وسبعين. يبقى هنكتب هنا. آآ تسعة واربعين دولار. سويني ايوة كده. نمسح الاول. هنكتب اربعة تسعة زيرو سبعة سبعة. تمام? وهنطلب يعني طلب السحب. بعد كده هيحمل معنا آآ آآ رسالة تأكيد زي ما انتو شايفين بيقول لنا ان انت ان انا هسحب آآ بيتكوين كاش هسحب عملة بيتكوين كاش وهسحب على العنوان دوت ده عنوان المحفظة بتاعتي آآ بيتكوين كاش على باينونس وهسحب مبلغ تسعة واربعين آآ دولار وبيقول لك مفيش رسوم آآ للعملية. وبيقول لي اللي اللي هيوصلني آآ كزا اللي هو زيرو بوينت زيرو تمانية ده اللي هيوصلني يعني آآ اللي هم تسعة واربعين دولار هما يعملوا او يساووا الرقم دوت من عملة البيتكوين كاش. فاخر خطوة هنعملها الثانية واحدة. اخر خطوة هنعملها هنصغر كده بس شوية هنعمل آآ اللي هي آآ آآ التأكيد بسم الله. احنا قلنا كان معانا سبعة وعشرين دولار تقريبا على عملة آآ البيتكوين كاش. تمام هنا قال لي نشوف الرسالة اللي طلعت لها وطلع لي الباتش على طول. آآ ده الباتش بتاع العملية بيبقى آآ رقم كبير كده رقم على ارقام على حروف زي ما انتم شايفين كده خلاص يعتبر آآ العملية آآ في طريقها للمحافظة بتاعتنا بس لازم طبعا العملات الرقمية بيكون عليها شوية تأكيدات. رجعت تاني وبدأ السحب هو الملامح بتاعته تظهر يعني هنبص كده هنلاقي ان الموقع آآ بعت لنا رسائل وآآ بيقول لنا المبلغ والعملة اللي بنسحبها ورقم الباتش او رقم آآ العملية آآ وبرضو لو نبص على لو نيجي كده على محفظة تمام هنلاقي في في العمليات آآ اللي خلصت واللي لسه آآ جاية هنلاقي ان في آآ آآ بيسي اتش آآ او بيتكوين كاش جاية بتاريخ تلاتة احداشر ولسه ايه يا لسه موصلت لنا بس آآ اتعمل اول تأكيد فبدأت تظهر خلاص على آآ محفظة باينانس فقدر لها التأكيد التاني وخلاص هتكون وصلت لنا وعلمت في الرصيد بتاعنا على محفظة باينانس هنوقف الفيديو برضو اول ما تكمل هنرجع تاني واوريكو وهي خلاص الدافط على الرصيد. آآ زي ما انتم شايفين زيرو بوينت زيرو تمانية آآ بيتكوين كاش وصلونا دلوقتي على باينانس وجاية برضو آآ الاشعار بتاع باينانس طب يلا بينا نروح آآ نفتح آآ المحفظة. طيب نرجع لنشوف رصيد الحساب بتاعنا. آآ معلش الفيديو طول بس آآ يعني آآ مش بقلينا بقى حبينا نشرح الموقع تاني عشان برضو الموقع لسه بدء فعايزين ان احنا نستغله على قد ما نقدر. وبوضح يعني مش كل شوية يعني تعمل آآ تحديث يعني كانت من شوية برضو هي هتعلق وتعمل تحديث ولا ايه? كان برضو من كم يوم عمالة تعمل تحديث ومش عارفين نشوف الرصيد بتاعنا. احنا كنا لسه شغالين زي الفل يا جماعة. طيب هوقف الفيديو اشوف ايه المشكلة وارجعلكو تاني ان شاء الله. آآ طيب احنا مش عارفين نعمل حاجة على الزبط او نجيب العملات آآ كلها تبقى كل عملة يورينا احنا معنا منها كام? فهنخش هنا على آآ ده اخرنا يعني دلوقتي وهنلاقي ان آآ الرصيد آآ اهو او اجمال المحفظة بتاعتي زي. آآ وان كان واضح آآ يعني قبل شوية كده في الفيديو لما كانت آآ آآ لسه شغالة معنا طبيعي. كان آآ كان بين تلتمية حاجة وسبعين. آآ دلوقتي اهو زيت زي ما انتم شايفين. وطبعا العملات طلع ونزلها في الرقم آآ بيتغير طول ما في حركة في السوق. آآ طيب آآ نحاول مرة اخيرة نشوف يمكن تظهر. طيب خلص الشباب عشان ما نطولش الفيديو اكتر من كده اظن كل حاجة واضحة وآآ ويلا اللي حابب ان هو يستغل الموقع يستغله وان شاء الله يكون موقع كويس علينا. ويلا يا شباب ربنا يوفقنا واشوفكم على خير بازن موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة